متى حضرت المرجعية الإسلامية في توجيه القرارات والسياسات والقوانين وحوالي 800 نص قانوني صادر على الحكومتين 800 نص لا نظرش على المراصم 800 نص القضايا التي حضرت فيها المرجعية كانت محدودة جدا لأن السياق العام الذي نشغل فيه لم يدخلنا اصطدمات مع الهوية المغرب كذولة إسلامية وكمجمع مسلم حتى الفورقة الآخرين في بعض الحالات يمكن مع بعض النخب ولكن توطرات لأنه قبل الناس كانوا يقولوا غاد يجي وغاد بسوا الناس الحجاب والنموذج الإيراني حاضر دين الملالي وكذا كان واحد والسياح غاد يهربوه ورؤس الأموال غاد يطرب كان واحد الخطاب كيتذكر في آخر 2011 يعني مباشرة أنت مع هذا النتائج كيصور المغرب كأنه سيصبحوا سجنان كبيرا وفوجئ الناس وبعد ذلك سياحة ارتفعات والأمور المرتبطة بالحريات الفرضية بل بالعكس الناس فوجئوا بالمشروع ديال تعديلات القانون الجنائي الذي جاء به سيد وزير العدل وعندما طرح المشروع ديال عدم تزويج المغتصبة من مغتصبها وجاء هذا مشروع قانون وتفاجئوا الناس قالوا كيف؟ واش الحكومة للعدل والتنمية؟ أجيب هذه التعذيرات وأجيب هذه الإجراءات بمعنى أراه تصور نمط اللي كان مشكل ليس هو الواقع كما مورس فعليا اشتركوا في القناة